اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اننا حققنا ازدهارا تنمويا تعمل الحكومة بكل طاقتها من اجل الحفاظ عليه وجعله دوما متماشيا مع النمو السكاني والتطور العمراني لافت سموه الى ان استراتيجية الحكومة تستهدف الوصول الى شمولية الخدمات في مختلف المدن والقرى وضمان حصول المواطن عليها بكل يسر وسهولة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من افراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ان الحكومة حريصة على مواكبة ما تشده البحرين من تطور عمراني واسكاني من خلال التوسع في اقامة العديد من المشروعات التنموية في البنية التحتية والاسكان والصحة والتعليم بشكل الذي يحقق طموحات المواطنين ويخفف عنهم اية اعباء قد يواجهونها في الحصول على الخدمات واشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى التوصيات المستمر لكافة الوزراء والاجهزة الحكومية على متابعة ما يجري تنفيذه من مشروعات في مختلف مناطق المملكة والعمل على انجازها باقصى سرعة ووفق اعلى درجات الجودة والكفاءة بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين واشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تتمتع به منظومة الخدمات الصحية والعلاجية في المملكة من تطور مستمر تقوده كوادر وكفاءات وطنية طبية وتمريضية متخصصة على مستويات عالية من الكفاءة والخبرة مؤكدا سموه ان الحكومة حرصت على تطوير وتحديث القطاع الصحي وفق احدث الانظمة العالمية من خلال التوسع في انشاء المستشفيات والمراكز الصحية والاهتمام بالتعليم الطبي والاستعانة بافضل الخبرات العالمية في هذا المجال بما يحقق اهدافها في الحفاظ على صحة المواطن وتوفير اعلى مستويات الخدمات الطبية للمواطنين في كافة مناطق المملكة اشتركوا في القناة